اهلا بحضراتكم من جديد كل متابعين متابعي تليفزيون يوم السابع في كل مكان من طبع حضراتكم هذا البيان الصادر عن النيابة العامة حول قضية مستريح أسوان والذي يكشف تفاصيل جديدة وخطيرة عن القضية منها مثلا ان المتهمين في هذه القضية هما اكتر من 37 متهم وانه في حوالي 3922 ضحية تلقت النيابة منهم بلاغات حول القضية مجموع الاموال التي استولى عليها الشخص المدعو بيئة المستريح بتصل الى 455 مليون جنيه واكتر كمان من هذا الرقم خلينا نتبع معاكم نص بيان النيابة العامة بتباشر النيابة العامة التحقيقات في 28 قضية بأسوان متهم فيها 37 متهما بدعوة الجمهور علنا لطلقيهم أموالا متمثلة في مبالغ مالية سيارات وأيضا رؤوس ماشية وذلك بالاستثمار فيها مقابل الربح وتوظفها واستثمرها على خلاف الأوضاع المقررة قانونا مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة للسوق المال فضلا عن امتناعهم عن رد تلك الأموال كانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلغات من 3922 مجنيا عليه في هذه القضية بدائرتين مركز اتفو وكمومو بأسوان والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم يقدر ب455 مليون وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيها طبعا مبلغ ضخم جدا نتكلم عن أكتر من 455 مليون جنيه يعني تقريبا 456 مليون وستمعت النيابة العامة حتى تاريخه إلى شهادة 829 من المجني عليه وامرت بحبس 17 متهما وضبط وإحضار المتهمين الآخرين الهاربين كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم وإدراجهم بقوائم الممنوعين من الصفر وترقب الوصول وقد عينت النيابة العامة مزرعة بيملكها أحد المتهمين وأمرت ببيع 447 رأس ماشية ضبطت بها بالمزاد العلني تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتين الزراعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر حيث تم توريد ثمن بيعها مقدر بخمسة ملايين جنيه إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية أيضا ورد إلى خزينة المحكمة مبالغ أخرى تم ضبطها بتقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفا وثمانمائة جنيه فضلا عن إداع 16 قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة وجاري استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها إذن تابعنا مع حضراتكم كافة التفاصيل الواردة في هذا البيان الهام بيان للنيابة العامة لمتابعة آخر تطورات قضية مستريح أسوان أشكر حضراتكم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التعطية من تلفزيون اليوم السابع وإلى اللقاء